ما بتحلس شاتوية إلا بأكلة الأرائيش هالأكلة التراثية الغنية بالسمسم واليانسون والحبت البركة لإزحى والقطر اللي بتعطينا الطاقة ومفيدة للعظام وللجهاز الهضمي والعظمي والتنفسي لأنه اليانسون كتير بعطي مناعة للجسم والأكلة كتير طيبة وكتير دافية خلينا نشوف الطريقة أول شي لازم نجهز القطر لأنه بيلزمنا يكون بارد القطر عبارة عن 2 كوب من السكر للكمية اللي بدنا نعملها اليوم مع كوب ماء وملعقة ليمون قبل ما نشعل الغاز منحركه بس مرتين على الخفيف فقط ومنشعل النار ومنتركه طلت ساعة حتى يصير عنا القطر جاهز منضيف ملعقة ماء زهر اختياري ومنتركه يبرد عدة ساعات لأنه بيلزمنا بارد وكتير كوية ستحضروا قبل بيوم للعجينة بيلزمنا 2 كوب طحين بملعقة الطعام بدنا ملعقتين سمسم محمص أو لا ملعقة طعام حبت البركة ملعقة يانسون مطحون ملعقة يانسون حب وبلزمنا كمان ملعقة سكر ملعقة طعام كبيرة سكر ورشة ملح وبلزمنا ربع كوب زيت زيتون مع ربع كوب زيت نباتي واذا بتحبوا يعني نصف الكوب يكون كله زيت نباتي او نصف الكوب كله يكون زيت زيتون انا خلطهم هلا الطريقة نخلط كل المواد الناشفة مع بعض التحين مع السمسم حبت البركة ويانسون مطحون يانسون حب وسكر ورشة ملح بنخلطهم كلهم مع بعض حتى توصل لجميع الاماكن هلا منضيف عليها الزيت الزيتون او الزيت النباتي نصف كاسة حتى يصير عنا بهاي الطريقة نفرقهم مع بعض نفرق الزيت مع المكونات حتى يتجانس الخليط كله بالتساوي هلا منضيف ماء حسب الحاجة تقريبا انا استخدمت 3-4 كوب ماء فاتر لتنين كوب الطحين لزمني 3 كوب ماء نعجنهم بالتدريج اهمشي بالتدريج حتى ما تطلع معكم طرية كتير وتلزق نضيفوا الماء تدريجيا حتى توصلوا لهاي النتيجة هلا منقطع العجين الى 4 اقراس يعني كل كوب الطحين اعملنا منه قرصين الكوبين اعملناهم 4 اقراس من العجين ومنتركها هلا ترتاح حوالي نصف ساعة منغطيها ومنرجع بعد نصف ساعة القطر بيكون هيك برد ولازم نتأكد انه ما عمل سكر جوا القطر انا عملته قبل بيوم حتى اتأكد انه بارد وانه مزيج ممتاز هلا بدنا نحضر العجينة ندهن مكان نضيف بزيت النباتي حتى ما تلتسق معنا العجين ومنبدأ اطعى اطعى نفردها بالشوبك او امرأ العجين حتى نوصل لعجينة تكون رقيقة بدنا اياها تكون رقيقة يعني الارائش المنتقنة هي اللي بتكون رقيقة ما بدنا اياها تكون سميكة وتطلع عجين انا في هاي الطريقة للصبايا الصغار اللي بيستصعبوا انهم يعملوها رقيقة كتير ويقطعوها بدي اعمل الاربع اقراس فوق بعض اربع طبقات بعد ما افرد كل اطعم من الاربع اقراس بحطهم فوق بعض وبعديها تقدروا انكم اتقطعوها خلينا نشوف كيف انا هيك رقيت ثلاث اقراس طبعا لسه سميك المفروض ان نرقوه ونفردو اكتر من هيك بدنا اياها تكون رقيقة اكتر من هيك وهذا الارس الرابع هيك صار عنا اربع طبقات هلا بدنا نرقوهم حتى لما نقليهم نوصل للاطع انها تكون طبقات يعني حلاوة الارائش انها تكون طبقات فالصبايا اللي ما بيعرفوا يتنوهم ثاني على الجهتين ممكن يستخدموا هاي الطريقة انه يفردوها كتير كتير بعد ما عملوا الاربع اقراس فوق بعض اربع طبقات وممكن يقسموها على شكل معينات اول شي بستقيم بعدين بالميلان تطلع معكم الاطعة مثل شكل المعين اللي هي شكل الارائش اللي احنا بنعرفه من زمان هذا الشكل انا بدي احاول اليوم اعمل طريقة زمان انه نرقها رقيقة كتير ونتنيها من الطرفين حتى نوصل للأقراس اللي احنا متعودين على شكلها طبعا اختياري انا برأيي اذا انتم مستصعبين اعملوا الطريقة الاولى لقلتلكم اياها انا بعملها رقيقة كتير وبتنيها من الطرفين وبقطعها بشكل مائل حتى نوصل الى الشكل المعين هذا الشكل شكل رئيش زمان ويعني هلا انا عم بسجلكم الفيديو والشتاء نازل والمطر عن جد يعني هالاكلة كتير رائعة في فصل الشتاء يعني بتحطوها اي وقت بتكم اياه بتجهزوها في في تبروير وممكن اي حد يجيكم فجأة انكم تقدموا منها لانها تقدم باردة تقدم باردة وبتطول يعني بتعود شهر بتعود اكتر من شهر ما بتخرب ما بتعفن ما بتيبس اذا هي معمولة صح هلا انا بحاول من الطرف رئها اكتر من بقية البناطق حتى اعملها بالتدريج جزء جزء طبعا لانها رقيقة هون فتحت معاي العجينة بحاول اني اسكرها يعني انا من زمان بعمل هاي الطريقة اني برئها كتير بعملها رقيقة بتكون رقيقة كتير وبتنيها من الطرفين ولما يكون الشكل عشوائي برضو بعطي منظر جميل لأقراس الأرائيش هاد الشكل اللي بعطيها الطبقات القطعة اللي بتزيد بنحطها معي العجين علشان نرجع انه نفردها مع بقية العجين في هاد الشكل بنصفتهم على صانية انا طبعا يعني علشان التصوير بعيدة عن الغاز اللي ما بدي قليهم بس اذا انتو سهل عليكم تعملوهم قريب على القلي وقريب على الغاز افضل يعني بيكونوا قريبين حتى انه بتسقطوا القطع في زيت القلي بعمل كل العجينة بنفس الطريقة من الطرف برئها كتير وبقطع منها وبتنيها وبقطعها بحطها بالسحن لحد ما اخلص كل العجينة واي جزء من العجينة بزيد معانا بنحطه مع العجينة اللي لسه ما فردناها هيك انا بتنيها من الطرفين ومنقطعها بشكل مائل حتى نعمل كل الكمية بهاي الطريقة ومناخد الصحن حتى نجهز الى القلي هذا هو الشكل اذا لقيت انتي الاطعة شوي سميكة ممكن بالخفيف انك تفرديها على الخفيف الخفيف ما تخليها تلزق مع بعض وهلأ منجهز للقلي هاي المقلاء عندي خصوصي للقلي انا للفلافل للبتنجان للقرائيش لكرابيج حلب ان شاء الله منعملهم اللي هم اصابع زينب خلق لازم نتأكد انه الزيت يكون حامي منحط الاطعة اللي زادت عنا منشوف انه عمل فقعات بيكون الزيت جاهز حتى انه انسقط في اطاع القرائيش طبعا بتوتوا شوي النار لانه لما تكون حامية كتير رح ينحرقوا بسرعة بدون ما يستو فلما يحمى الزيت وتسقطوا القطع وطوا شوي خلي النار شوي منخفضة خلوا اللون اشقر لانه لما نحطها بالقطر رح تعطي لون غامق بصير لونها اغمق شوي من لما احنا امناها من الزيت طبعا ما منقدر نبعد ابدا عن الغاز لازم نضل انه احنا نشرف على موضوع القلي والقطعة اللي بنحسها سارت حمرة منشيلها منفط بدالها كل مكان المقلاق عميقه او غميقه بيكون افضل حتى ما يطرش الزيت برا القلي هاي مسلا صار لونها اشقر هلا على طول منصفيها من الزيت منحطها بالقطر البارد ضروري يكون القطر بارد ومنحاول بكفكير تاني بي يعني هذا الكفكير غير القلي كفكير القلي لحاله وكفكير القطر لحاله منغطسها بالقطر ومنشيلها منحطها بسحن التقديم لحد ما نعمل كل القطع اللي منشوفها صار لونها دهبي لونها اشقر او دهبي منسقطها في القطر ومنقلب الباقي ومننتبه على طول على القلي ومنحاول انه القطر يجي على كل مناطق الحبة منشيلهم ومنحطهم بسحن التقديم السمسم كتير مفيد لهشاشة العظام مفيد كتير للذاكرة للنسيان مفيد كتير للجهاز الهضمي كمان واليانسون هلا احنا بالموسم الشتاء بلزمنا كتير اليانسون للجهاز التنفسي للرئات للقصبات الهوائية فاليانسون بعطيهم كمان مناعة للجسم فهالأكلة فيها مواد غذائية مش بطالة شوفوا كيف من جوه طبقات روعة موسيقى موسيقى لما تلاقوا في فراغ في الزيت بتسقطوا قطع تانية حتى نخلص كل الكمية وهيك القطر على كل القطع ريحة وطعم بقرش بجنن والحلوة والحلو انها تؤكل بردة مثل ما قلتلكم بتلاقوها باي وقت شوفوا منظري الطبقات يعني كل الطبقة جواتها طبقات لاني رقيتها او فردتها اكتر من مرة اربع مرات ورديت فردتها كمان مرة فهذا اشي بيرجع لكم يعني اذا انتوا لقين غلبة في الموضوع بيكفي انكم تفردوا الاربع اقراز فوق بعض وتقطعوهم يعني ما تغلبوا حالكم بالنسبة للقطر والزيت هدول انا بصفيهم عشان استخدمهم مرة تانية لأنهم يعني ما نحرقوا بلزمونا وهذا هو الارائش هاي هي الارائش اكلة تراثية بتجنن وصحتين وعافية واذا عجبكم اتمنى انكم تضغطوا سبسكرايب اسفل الفيديو الى اللقاء ريب العزيزي